المشكلة التانية دي مش ان احنا بنسابش الافش ملعبه بقالنا سبعتاشر سنة. المشكلة كلها في الناس اللي تركز على الاداء بتاعنا دي كومة في الشيط الاول. وازالكومة مقدرش ان هو يجيب تلات نقط من الافش. وكلها هينسى ان الفرقة جاية. ان الفرقة قدرت اداة كويس. ان الكرة اخر خمس ده ما كانش متوقعه. ان انت كنت نسيتها انت تكسب. عملت كل حاجة تقدر عليها. كومة لما حاس انه غطره الشيط الاول بالبداية بوسكتز الراجل خياره. لما حاس ان هو مصاب او مش قادر نحن مغيره. اه يا تغيير غريبة بتلعب ان انت تحط ديست مكانه انا هتمنى ان ديست تلعب مكانه. سير جوروبيرتو بس خلاص يعني مش عايز منك حاجة غير انت تحس ان انت عندك مشاكل. هتقول لي ما هكده الموسم ممكن دي احنا متعدلين مع تشبلية وخصرانين من الريال ودنا بالنسبان لنا. مش مصبوطة وكنا خصرانين من موتش ختافي. فكده الموضوع صعب. اقول لك صعب لي ما احنا داخلين الموسم بتاع عارف مين ان احنا. مش عايزين منو اي حاجة. الا ان انت كنت متعلق ان احنا ناخد الدور السنة دي بقى المشكلة بتاعتك انت. مشكلة بتاعتك انت لان الفرقة ما كانش واضح ان هي كانت نفس على الدور السنة دي. كان واضح ان احنا الله يا جماعة احنا عايزين نعمل فريق للمستقبل. فريق كويس نعرف ننافس به. مفترض ان احنا كنا عملنا صورة بس كان عندنا رئيس نادي. ما كانش عايز يبيع حد وكان بيوفر في النفقار. فكوما مش هدعو التحاسب على مشاكل بتاع والمشاكل بتاع كيجي ستين. محتاج تصبر عليه شوية. محتاج تشوف هو هيقدم ايه للفريق. الفريق لما يبقى فيه سرعة في نهاية المباراة. لما تلاقي ان ميرا لمبيانة شهادة دا الاضافة لك المفترضة ديها. من بداية المباراة. بس هتقول ايه? طبيعي انك تغلط. وطبيعي جدا انك بعد ما تغلط كده مش تبدأ بسرشو بوسكس المباراة الجاية. الا لو بوسكس راسك عليكو سيلا. دي بقى بعدها ما فيش ايه كلام تاني. بوسكس كل مباراة المباراة بيثبت للناس ان يا جماعة والله ده العيب حطب. وده العيب خلاص. ما بقى ايش عنده حماس. بقى عنده بطء في الحركة. تصرفاته بقى غلط جول ملعب بالقارات اللي بيخدها بول ملعب فيها مشاكل كتير. بيختار العب السهل عن المبساط اللي فيها خطورة اللي بتتلاقي لقدام. فمحتاجين يا جماعة. انا والله شكرا جزيلا لك على كل الوقت اللي انت قضيت ببرشلونة. وممكن تطلع الصين. انما احنا راود نكمل كده. ده مش يكون ممتع. لان احنا بقى اتنين تلاتة واحد ما يفعش انك تبدأ باتنيند فندرات. دي كانت غلطة لكمل. ما يفعش انك تبدأ باتنيند فندرات. ممكن تكون خاكم من الافش برة ملعبك. اه الفرقة ببارك كام بنوب بيكون عندها مشاكل. بس مع ذلك انت تعمل مباراة حلوة قدام الفينتوس في الفينتوس هارينا. بس عادي. او الله يا جماعة عادي. انا ما عنديش مشكلة خارس انك تعادل ما عنديش مشكلة. انك تخسر. انا اعيل لك من قبل السنة ما تبدأ. من قبل الموسم ما يبدأ. ان احنا الوضاحكم من نسباننا في المنصة صعب جدا. احنا محتاجين نغلع فريق. محتاجين ندرل درينكا وندرلين صفاتي. نخليه يتقل شوية. بيدري خاد فرصة بعد صابت كوتينيو. فرقة نوعا انها بدأت تتغير. بدأت تتجدد. بدأت تلاقي من فيه. والله الدينة متغيرة. اه طوان جيزمان. اه طوان جيزمان جاب الهدف بتاعتها الهدف النهاردة. انشارت معلش ان هو برضو. هو برسويت ما ينفعش ان هم يغطوا مكان سواريس. هم الاتنين افشل من كده بيهتيرهم. سواريس في العمق كان بيبقى خطر جدا. في العمق كان بيبقى لعيب مريب ولعيب صعب جدا انك تنت تتغقعه وممكن حتى برجل واحدة تلاقي شاط واحدة كده جابها. حتى مش واقف على رجله وحطه البدنية سيئة ورجع من اصابة والدينة من اصابة صعبة ممكن بسانية ينجي خطف لك موارا زي دي. بس عادل. قلنا الحاجات دي عادل. شون انا افكر في الدراح كتير. هنقعد بقى يا جماعة. لأ اكون من انا عنده مشاكل. لا مش هنقعد بقى من دلوقتي. احنا خلاص هنكمل موسم بروندو كومن وهنشوف الرجل هيوصل في النهاية فين. والله يا راجل ايه في النهاية ان هو ياخد دورة وحتى يوصل لدورة عبطال مرحلة بعيدة قوي. فوالله الرجل مشكور ان الرجل كان جاي الفرقة من نهاره تماما والفرقة كانت ضاعة خالص فالراجل ندي له فرصته. مش بعده كل مباراة نقعد ان احنا والله هكوموا من شغله زي شغل اللي قابليه طبعا عادي. كلهم شخلين بما تجعل واحدة كلهم شخلين بخامة واحدة بس من اللعيبة. العيبة اللي احنا نقول مشكلة بأرسولينا من الزمة مش في الم Pearl Inww. المشكلة في اللاعبة. نيجي النهاردة بعد ان تعادل مع معAppش وبعد ان تعادل مع تشفيلTV وخصائها من الرالة وبعد ان قطش ختافي. نقول مشكلة في كومل يا بحلا بنحك على نفسنا. ده الذي انا عريز أوصل له لك. اه طعا د Sed estão? وبس كما لم كانتش حبانك ه Skype ممكن نكسب. هل لو كسدنا قد ان module نفسك وطلق الدول للجومرة. ده معانا لك وده معنا انك ناوة تتعبنة. واحنا مش محتاجين حد يتعبنة في الموسم ده احنا يا دوبك هنكمل الموسم لحد شهر ثلاثة ونشوف الانتخابات هتعمل ايه. وهل هيجيبه تشافي ولا هيجيبه تشافي ولا هيكمله اكوما ولا هيكمله اكوما. وهل مسي اساسا هيكمل ولو مش هيكمل لان البيس من تسعة صحيح فسا تسعة من عشرة مسي احتمان ما يكملش في الاداء اللي احنا شايفينه من اول الموسم. فعادي. خليك رويح. دي اتنين عادي يا دوبك ده النقطت احنا شكنا تمانيا خلص بقى هنخب من ايه. مو احنا بيخب من حاجة فمش تخصص حاجة يعني لو عملت لايك او سبسكرايب. كم راحة.